يقول أختي عازمة على الذهاب للعمرة وزوجها في فرنسا ولا يستطيع أن يذهب معها فهل يجوز لها أن تذهب مع صحبة آمنة أفتاع لمأن المالكية عليهم الرضا والرضوان أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى الحج أو العمر مع الجماعة المأمونة الجماعة المأمونة كأن راجل الدي مرت و الدي معه يمه و الدي معه بنته و بعدها خط مرته قتل نجي معك وحده جارته عجوزة قتل نجي معك فهذا الرفق المأمونة تجوز لا شيء عليه يروحوا في طيارة في 700 إنسان و لما يوصلوا أنسا يكونوا مع أنسا ورجال مع رجال و مكان طاهر و الكعبة المشرفة و المدينة المنورة يعني لا شيء عليك إذا تروحي مع رفق مأمونة يجوز لك و لا شيء عليك و رب يقبل إن شاء الله الآن الأمن والأمانة و يزيد الآن الأمن والأمانة و يزيد يعني الحمد لله سائل من البوليدة يقول تعرفت ابنتي عن طريق الأنترنات على شاب فرنسي نصراني و سافرت مؤخرا دون علمي و تزوجته لقد ذلتني و حطت رأسي ماذا أفعل سيدي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج الكافر لا يجوز لها أن تتزوج النصراني ولا اليهودي المسلمة لا يتزوجها إلا مسلم لأن المسلم يؤمن بالإسلام لك هذا النصراني اللي تزوجتي به في شهر رمضان يجيب لك رأس خنزير و يقول لك ديري ناشترح بطاطا طيب يلو رأس خنزير هو يرى يجوز يأكل خنزير و أنت مسلمة واش تقول له أني صايمة راكي وضعتي نفسك عند كافر راكي وضعتي نفسك عند كافر لا يؤمن برسول الله ولا بالقرآن المسلم يتزوج النصرانية لأنه يؤمن بعيسى و يتزوج اليهودية لأنه يؤمن بموسى النصراني لا يؤمن بمحمد حسبنا الله نعم الوكيل في الحصة القادمة أراني نزيد نفصل في هذه المسألة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته